أعلن أحمد حساميدو المدير الفني الإسماعيلي أسماء الثلاثة وعشرين لاعب الذين سينتظمون الليلة داخل معسكر بأحد فنادق مدينة أسوان بعد الوصول إليها عبر رحلة طيران داخلي لاستعداد لمواجهة فريقها الكرو في الأسبوع الخامس عشر لمثابة الدور الممتاز المحدد موعدها السالسة إلى ربع عصر الاثنين باستاذ عاصمة جنوب الوادي أسوان في حراس المرمى محمد فوزي ومحمد كوكو وعبدالله جمال وفي خط الدفاع باهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي وكريم عرفاط وعصام صبحي ومحمد نصر وياد العسئلاني وأحمد عبد الوهاب وفي خط الوسط عماد حمدي وعمر الوحش ومحمد حسن ومحمد بيومي ومحمد مخلوف وعمر الساعي ومحمد عبد السميع وأحمد مدبولي ومحمد الشامي أما في خط الهجوم يوجد ياو أنور وفراس شواط وخاض لعبه الإسماعيلي مرانهم الخفيف اليوم الأحد بملعب الساد الإسماعيلية تحت إشرف أحمد حسان ميدو المدير الفاني للدرويش وأشرف خدر المدرب العام وأحمد الجمل وعمر جمال المدربان ومحمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى واستغرق المران 45 ديئة اجتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل لنواحي الخططية وانتهى بتأسيم ظهر خلالها جميع اللاعبين بشكل جيد بعدها توجهوا للصفر لمطار القاهرة الدولي لاستقلال رحلة الطيران الداخلي في طريقهم إلى أسوان وتقدر الإشارة أن أبناء الفانيلة الصفراء المستبعدين من مباراة أسوان الحارس أحمد عادل عبد المنعم وزملائه حمد النجاز ومحمد عمار وأحمد محسن وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي وصالح جمعة ومحمود الشبراوي ومحمد خليفة وباسم مرسي والشباب حسن صابر وعبد الله حسني ومحمد واجدي للإصابة والأسباب مختلفة